مرحبا كيفكن شتقت لكم كتير ان شاء الله تكونوا بخير اليوم احباقي رح نعمل اكلي لذيذة جدا من الكوسة الجزار والبطاطا طريقة سهل كتير ان شاء الله تحبوها بالبداية انا رح غسل الكوسة كتير منيح لباشر بطريقة العمل مفروض طبعا الخضرة تتغسل كتير منيح وطبعا رح قشر البطاطا لبلش بطريقة تطبيق هون متل ما شايفين انا غسلت الكوسة وشلت القشر الخارجية للجزر لانه بيكون فيها اتربة لانه اصلا هي بتنزرع تحت الارض وايضا عندي البطاطا انا قشرتهم وغسلتهم كمان ورح باشر ببرشم بواسطة مبرشة الجبنة بسم الله حنباشر بهيدي الشكل احباي اذا كنتم من المتابعين الجدد وبعد كل ما اشتركتوا بالقناة نزلوا هلأ لتحت لاسفل الفيديو في كلمة اشتراك او سبسكرايب كبسوا عليها رح يطلع لكم الجرس كبسوا عليه وكبسوا على كلمة الكل بهيدي الطريقة احباي بتكونوا ضميتوا لعيلتنا الكبيرة والي اهلا وسهلا فيكن واكيد كل الاشعارات رح توصل لكم وكل الفيديوهات هتوصل لعنكن مجرد ما انا نزلها هوني بعد ما برجت الكوسة رح باشر بحبة البطاطا اتنينتهم اكيد انا بدي برشم بهيدا الشكل هيدا النوعية احباي من الخضرة يلي الجزر والبطاطا والكوسة وقت يجتمعوا مع بعض بيكتروا يعني احنا حطينا تلات كسيات تلات جزرات وحطين بطاطا هلأ بتشوفوا قد الكمية رح تكتر وقت ينبرشوا فانا اه بفضل انكن وقت بتكون تعملوا سناك سريعة اكل سريعة تعملوها لهيدا الاكل لانها كتير طيبة ومليانة بالفيتامينات هيدا بدي اتخلص منا بعد ما برجت الكوسة والبطاطا رح باشر بالجزر هون طلعت عندي حبة كبيرة انا ما بدي حباتي كبيرة ابدا بدي ابرشهم كلها ييتهم واعملوا النعمين طبعا احنا وعم نشتغل بننتبه لدينا هون رح انقل الخضرة اللي انا عملتها بهيدا الشكل رح انقلها على جاتي كبير لحتى طبعا آآ هلأ بدي يضيف عليهم المواد الباقية لحتى ما نتل الدنيا مهم انه نحطهم بيجاتي كبير لحتى نقدر نشتغل بكل رياحة شفت اسم الله الكمية اللي اعطتني اياها تلات جزرات تلات آآ كسيات بالاضافة لحبتين من البطاطا اعطوني كمية كتير كبيرة متل ما ازلكم هيدا الخضرة آآ بيعتوا هيك بيبركوا مع بعض نحنا ما نقول هلأ شو رح اعمل على جنب حطات الخضريات على جنب رح حط كوب كامل من الحليب السائل ازا ما عندكم الحليب السائل فيكن تستخدموا الحليب البودرة لكباية مليانة كبيرة من الماء بتحطوا ملعتان ونص من الحليب طبعا المعالق بيكونوا جبل عندي هون الزيت بالاضافة لثلاث بيضات رح نزل عليهم الملح الملح اكيد حسب الرغبة وحسب الحاجة قد ما باتكن فيكنوا تحطوا ازا بتحبوا تحطوا ملح زيادة حطوا الفلفل الاسود نصف ملعة كبيرة من لعب طعام لحتى تعطينا نكهة كتير طيبة بالاضافة للبابريكا الحمراء ورح نخلطن كلياتهم بيقلب بعض بنخلطن كتير منيح انا بعد مبين عندي السفار البيض ما نخلط كتير منيح رح قدروا بعلق عليهم هيدا الشكل قبرمهم لحتى شفتوا السفار بعضهم بيين لحتى ينخفقوا كلياتهم مع بعض هلأ احباقي رح نزل لطحين بالنسبة للطحين انا حطيت كوب كامل من الحليب بدي ضيف بنفس الكوب كوب ونص من لطحين او الدقيق الابيض تبعوا هيدا المعيارات ورح يزبط معكم كل شي هيدا اول كوب وهيدا النص وهلأ رح باشر من جديد بيخلط كل المواد مع بعضها نخلطن شوي شوي هيدا الشكل لحتى كلياتهم ينخفقوا مع بعض ويعطوني مزيج كريمي لا انا ما حطيت هيدا المواد كلها يتا مباشرة فوق الخضرة ما حطيتها لانه ما بدي عزب حالي وياخدوا معي وقت اكتر ازا حطيتهم فوق الخضرة اه ما حينخلطوا بطريقة مزبوطة فمفروض هيدا اه يعني هيدا الاكلة هيدا السائل ينخلط برا وبعدان بنرجع بنحطوا فوق الخضرة يعني هاكي بيسهل علينا الموضوع وبينخفق كل شي مع بعض وخاصة البيض حطينا هلأ المزيج اللي عملناه فوق الخضرة ورح مباشر بالخلط بهيدا الشكل نخلط كل المواد احبيه بهيدا الطريقة بسم الله عفكرة هنو هاك شكلون غير شكل الالوان كلها على بعضها بتحسوها متناسقة حلو كتير اه الالوان اللون الاخضر مع اللون الابيض مع اللون اه اللون الجزر القروج فكتير حلو الالوان شوفوا هلأ وقت تقديم كيف رح يكون هلأ بعد ما خلطتهم كتير منيح رح جيب نصف ملعة الطعام من خميرة الحلويات او البيكن باودر بهيدا الشكل خلطناهم متل ما شايفين هلأ رح نجيب اي صونية موجودة عندكم صونية الفرن او البيريكس ورح نحط شوية زاد ندهن الصونية اللياتا ورح ننزل المزيج هلأ رح هندخلن على فرن بارد ما مندخلن على فرن حامي على فرن بارد آآ مندور الفرن من تحت ومن فوق ومنحطن بالنص تقريبا رح تاخد معي من نص ساعة لتلات ارباع ساعة مع المراقبة دايما راقبوهم لانه دايما الافران بتفرق هلأ رح حطن بالفرن هون احباقي حطينيهم بالفرن واستويت عندي ما شاء الله طالعة غير شكل هلأ رح اسحبها اخدت معي انا هون تلات ارباع الساعة عزبط طبعا مع المراقبة كل شوية يطل عليها فيكن تفتح الفرن عادي هيدي مانا كايك يعني ما رح تهبط هون عندي آآ جبنة المسترين اللي كمان رح حط عليها من فوق ازا ما عندكم جبني مش ما تحطوا ما ضروري فيكن بس طبقوا آآ الخطوات اللي انا قلت لكم عنها بدون جبنة وبتتاكل بتطلع كتير طيبة بس ازا حبيتوا تضيفوا حطوا الجبنة فبيعطوها شكل كتير حلو كمان تعطينا طعم رائعة وهيدي احباقي النتيجة النهائية طبعا آآ بعد ما حطيتهم بالفرن رجعت طفات الشوية طفات الفرن من تحته تركت الشوية من فوق بعد ما استويت رجعت حطيت الجبنة تركتهم خمس دقايق وحصلت على هيدا المنزر الرائع ما شاء الله طالعة ولا اروع بنصحكم احباقي تجربوها ما تنسوا تحطوا لي لايك كتير كبير للفيديو ازا حبيتوا المحتوى نزلوا هلأ اشتركوا بالقناة لانه بعدكم حتشوفوا كتير شغاية لتفيدكم وكتير شغاية لحلوة واكيد اعملوا له شير للفيديو ليستفيد الكل وهيدي احباقي متل ما شايفين ما شاء الله الوضع يعني لا يتحمل حذاشر بالاكل بسم الله طعمتها ولا اروع انا هلا احباقي بدي ودعكم اتحبكم كتير كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم انتروني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر